أهلي بند بند إيه رايك في الزمالك قبل ما نخش عليك طبعاً الزمالك رايح حطت في بطنه زي ما يقول بطي خصيفي أنت متصدر للمجموعة غالب ليوبار هنا في القاهرة فرايح تتفسح وتكسب ليوبار هناك وترجع فريق عنده نقطة واحدة بيلعبك اتفاجئت بأن أنت بتلعب معه منافذ مش صد سهل زي ما أنت متخيل ما أقدرتهوش كويس اللي عايبت الزمالك كان بتلعب على الواقف كلنا شفنا تعبيرات في فريرة المدير الفني لناد الزمالك كان عنده حالة من الصخط غير عادية لنجوم الفريق يعني ما كانش فيه تأدير كويس من نجوم فريرة الناد الزمالك زي مصطفى فتحي زي باسم مرسي زي كهربا كان فيه حالة من التعالي على الكرة الزمالك أهضر فرصة الفوز بالنقاط الثلاثة وأجل صعوده للدور قبل النهاية كان الموضوع في المتناول إديه لو قدر أنه هو يتعامل مع المباراة باحترام أكتر من كده العايبت الزمالك اتعاملت مع المباراة أنه إحنا الأول إحنا صعودين خلاص ما فيه لا محالة فده إنعكس سلبي إنعكس عن نتيجة بتاعت نات الزمالك رجع بخسارة يشوفها كل الزمالكوية اللي تابعوا المباراة أنه هي مش مستحقة لنات الزمالك ولكن إحنا بنشؤ أنا عن نفسي بشوفها إن هي خسارة مستحقة لأن الفريق اللي بيلعب على البطولة صعب جدا أنه يضيع كل الفرص زي أنت بتلعب على البطولة أنت بتجيب الجن من خرم إبرة بتتلكك يعني بتتنشأ على نص فرصة ما تجلقش مثلا للعب واحد زي كهرباء ثلاث فرص وما أدركه بكهرباء لعيب مميز مع المنتخب الأول لعيب مميز مع منتخب الأولمبي لعيب مميز مع فرقته قبل ما يجيز الزمالك لعيب قدر يخلق لنفسه فرص في مراتل في أول زهور ليه مع الزمالك فكون إن أنت تضيع ثلاث فرص بالغرابة الشديدة دي ده طبعا حاجة تتخذ عليه في أول مراتل برضو يعني أكتر من اللعيب في نات الزمالك ما كانش في حالته الطبيعية فالفريق اللي بيلعب على البطولة مجيلك ربع فرصة تجيبها جون